نفت وكالة الأنباء القطرية نشر تصريحات منسوبة لأمير دولة قطر وقالت إن موقعها تعرض لاختراق من جهة غير معروفة طلبت الوكالة من وسائل الإعلام تجاهل ما ورد من تصريحات مفبركة لأمير دولة قطر شيخ تميم بن حمد الثاني أمن جانبه قال مدير مكتب الاتصال الحكومي الشيخ سيف بن أحمد الثاني إنه تم نشر تصريحات ملفة